موسيقى ازيادك يا جماعة وأهلا بكم في فيديو جديد بعد ما عملنا ريفيو الراوتر TP-Link VR300 لقيت ناس كثير جدا بتسأل عايزين حاجة تقدم نفس المواصفات على TP-Link VR300 ولكن بسعر أرخص لأن سعر VR300 كان 800 جنيه ولكن هم محتاجين حاجة سعرها يكون مناسب علشان كده أنا جبت لكم النهاردة أرخص راوتر VDSL في مصر من TP-Link اللي حرفيا بيقدم نفس المواصفات اللي بيقدمها TP-Link VR300 باستثناء بس ان هو ما بيتعامش تردد 5 جيجي هيرتس للواي فاي وتردد 5 جيجي هيرتس ده هو اللي بيخلي الواي فاي عندك يدعم ان هو ينقل سرعات انترنت تصل ل70 ميجا أو 100 ميجا ولكن لو انت مشترك في سرعة 30 ميجا بس فانت مش محتاج تردد 5 جيجي هيرتس دوت وان انت تدفع 800 جنيه في راوتر بيقدم لك نفس المواصفات دي كلها بربع 100 جنيه بس الراوتر ده اسمه بالتفصيل TP-Link TD-W9960 هو فيه 9970 ولكن بيزيد عنه 100 جنيه وما بيختلفش عنه في اي حاجة غير ان هو بس في USB وانا كنت حريص جدا في الفيديو ده ان انا ادور لك على ارخص راوتر VDSL لنقدر نستفيد منه من كل المميزات ده فعلشان كده استثنت موضوع USB دوت مرضيش اشتريت اغلى منه بمية جنيه واشتريت ده عشان يكون بربع مية جنيه وسعره مناسب لكل الناس الفيديو النهاردة طبعا هنعرف ازاي نعمل وامبرمج الراوتر ده وكمان هنعرف ايه هي مميزات وعيوب الراوتر ده ولكن قبل كل ده تعالوا نتعرف على سبونسور فيديو النهاردة وهو يوتوبيا يوتوبيا هو مخصص للحماية يعني زي ما كلنا كده شوفنا في الفترة الاخيرة حسابات كانت بتتسرق وقنوات يوتيوب بتتسرق فالآبليكيشن ده هو احسن حل علشان تشفر به بياناتك والبيانات بتاعتك تبقى في امان وده لانه بيعمل تشفير البيانات بتاعتك اثناء ما انت بترسلها او بتستقبلها فمحدش بيقدر يفك الشفرة ديت الا الجهاز اللي انت بترسلها ليه او الجهاز اللي انت بتستقبلها عليه ليكون هو بتاعك انت فبالتالي اي حد لو سرق البيانات دي في النص مش هتبقى بالنسبة له حاجة لها لازمة لان هيبقى لها شفرة هو مش هيقدر يفكها وده لانه بيعتمد على حاجة اسمها peer-to-peer نتورك وكل الداتا اللي بتمر في النتورك ده هتمحمية بنوعين حماية الاول اسمه AES256 والتاني اسمه Curve25519 وده انواع الحماية اللي بتشفر الداتا طول ما هي في النتورك وتخلي التشفير ده مايتفكش الا لما توصل للجهاز اللي انت باعتها لي بس عشان كده هو بيقدر يحولها لداتا مفهومة وجهاز ده بس هو اللي بيقدر يتعرف عليها كمان يوتوبيا بيقدموا لك ابليكيشن خاص بيهم تقدر تبعت من خلاله رسائل وده بتبقى حاجة امنة جدا لانك ممكن من خلاله تبعت حاجة مهمة زي رقم الكريد كارد بتاعتك مثلا او اي معلومات انت مش عايز اي حد يعرفها كمان من خلاله تقدر تعمل مايننج للبيتكوين وكمان عندهم متصفح امن خاص بيهم برضو تقدر تستخدمه علشان البيانات بتاعتك تبقى في امان ومشفرة وفي السرقية تم طول ما انت بتستخدمه الابليكيشن ده متوفر للويندوز واللينكس والماك تقدر تنزله من اللينك اللي في الديسكريبشن تحت الفيديو تعالى بقى نرجع للراوتر التي بي لينك اللي معنا النهاردة علشان نعرف ازاي هنقدر نعمل الكونفجريشن بتاعه فانت بكل بساطة علشان تعمل الكونفجريشن بتاع الراوتر ده هتلاقين يسايف لك لينك في الديسكريبشن تحت الفيديو بتاع فيديو كنا عاملين فيه شرح الكونفجريشن روتر تي بي لينك في ار تلتمية هتطبق نفس الشرح ده على الراوتر اللي معنا النهاردة لان هما الاثنين واحد ونفس السوفتوير والاثنين نفس الخطوات يعني مش هتحس ان ده روتر مختلف عن الراوتر ده الحاجة الوحيدة بس اللي انت مش هتلاقيها ان موضوع تردد 5G هرتز هتلاقيها بس مش موجودة في الراوتر ده لكن كل الاعدادات واحد تعرف اتكلم عن مميزات الراوتر ده علشان الناس اللي ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت وما تعرفش ايه هي المميزات اللي الراوترات تي بلينك بتقدمها اول حاجة هي ان انت تقدر تحدد سرعة الانترنت عندك في البيت علشان الباق ما تخلص بسرعة لان كل ما سرعة الانترنت بتقل كل ما المواقع بتقلل الكواليتي اللي بتشتغل بيها زي الفيديوهات والصور وكده فبالتالي ما بتستهلكش انترنت اكتر فبالتالي الباقع بتكفيك وقت اطور تاني حاجة تقدر تحدد سرعة لكل موبايل عندك في البيت لواحده يعني الموبايل ده تدير واحد ميجا الموبايل ده اثنين ميجا الموبايل ده تلاتة ميجا وهكذا عشان مثلا لو عندك موبايل في البيت فتح يوتيوب 24 ساعة ممكن تديره سرعة قليلة واحد ميجا مثلا علشان يوتيوب ما يشتغل شهر اكواليتي عالية ويخلص لك الباقع والحاجة الحلوة جدا بقى لأنا بحبه أفرغتالي بلينك انت ممكن تعمل اسمين للواي فاي اسمه اساسي عليه السرعة الكاملة بتاعت الخط بتاعك ده لو انت عايز تستخدمه بالسرعة الكاملة واسمه ثاني ممكن تدير كل الموبايلات اللي عندك في البيت وتحدد عليه السرعة مثلا اثنين ميجا بس بحيث ان هم مهما يستخدموا انترنت بالسرعة الويلة ده تلبقى انت مشتغلص بسرعة وانت برضه ممكن تستخدم الانترنت بالسرعة الويلة ده طول ما انت عامل كنكت على اسم الواي فاي التاني وبالتالي اول ما تبقى محتاج انترنت سريع ترجع لاسم الواي فاي الاساسي فتلاقي شغال بالسرعة الكاملة كمان تقدر توقف الانترنت على موبايل معين عندك في البيت او اي جهاز عندك في البيت حتى لو معه باسورد الواي فاي نفسه فبالتالي برضو مش هيدر يستخدم الانترنت وكمان بقى المميز جدا جدا في تيبي لينك الابليكيشن بتاعهم اللي بتقدر من خلال انت تتحكم في كل حاجة في الراوتر حتى لو انت مش موجود جوه البيت اصلا انت بس بتفتح الابليكيشن من بره البيت وعرف مين بقى شغال عندك على الانترنت في البيت وفيه كم جهاز شغال وممكن تفصل الانترنت عليهم وتغير باسورد لاي فاي وهكذا كل ده من الابليكيشن لو انت بره البيت كمان المميز في الراوترات تيبي لينك انها بتديني كفاءة اكبر للخط الارضي من الراوترات العادية اللي انت بتاخدها من شركات الانترنت تعملنا فيديو عن الموضوع ده هسيبليكو اللينك بتاعه في الديسكريبشن في ناس هتقول لي ما كل الراوترات تيبي لينك بتقدم المميزات ده وفيه حاجات ارخص من الربعمائية جنيه اللي انت بتعرض علينا الراوتر ده بيه ولكن الحاجات الارخص من كي ديت ما بتدعمش البيت اي دي اس اي اللي هو بيدعم السرعات العالية وما ينفعش نجيب راوتر اي دي اس اي ال قديم واحنا في 2020 بصراحة فده ارخص راوتر في دي اس اي اللي يقدم لك المميزات دي الشرح كل المميزات اللي قلناها في الراوتر ده وازاي تستخدمها هتلاقيها في الفيديو بتاع مراجعتي بلينكي في ار تلتمية والشرح بتاعه هتطبق نفس الشرح ده قلنا فيه كل المميزات دي تستفيد منها ازاي هتطبقه على نفس الراوتر ده لان الراوترين نفس السوفت وير بالضبط لان فهم فعلا نفس الراوترين اختلف بس ال 5 جي جي هيرتز الزيادة اللي لو انت ما عندكش سرعة 70 ميجا و 100 ميجا فانت مش محتاج ان انت تدفع مبلغ 400 جنيه زيادة او ضع في تمن الراوتر علشان تيجيب الفي ار 300. حتى به انم ننischen عيوب ده اللي هي نفس عيوب التب لينك الفي ار 300. وهي اول شي انه لا يدعم اللغة العربية ولو كان في دعم للغة العربية كان هسهل على الناس كتير جدا لان diets Psalmist متوسع جدا في الشرق الاوسطذاك حتى كل اللغة ده تيجنت على اللغة العربية وهنا تنfectني حاجه بقى ان انت مايه ف円ي فلنفعش يتحدد السرعة لكل الموبايل عندك في البيت بالماج sermon ولكن تدر تحدد السرعة بال ال Oculus When use themann Earlоль Var منفاصل عن الموبايل التاني ولميد دي مشكل كبيرة جدا لان الاي بي بيبقى متغيرة فلازم نعمل خطوة كده نثبت بها الاي بي ودي تاخد منها شوية وقت وشرحناها برضو في الفيديو اللي انت هتشوفه بتاعتي بلينك دي ارتلتماعي. ثالث حاجة بقى علشان افعل البندوز كنترول على الاسم بتاع الواي فاي التاني يعني مثلا انا عندي اسمي تاني عايز اخديله سرعة اثنين ميجا. لازم افعل البندوز كنترول على الراوتر كله. لازم احدد السرعة على اسم الواي فاي الاساسي كمان. ودي الاسم الاساسي لو انا مش عايز احددله السرعة اقدلي سرعة الخط كاملة عشان ما احددهلش عليه. وبعد كده اروح لاسم الواي فاي التاني احددهله اثنين ميجا. طيب ليه ما احددتش اسم الواي فاي التاني ده اخليها اثنين ميجا مرة واحدة مانجهر ما اروح احدد سرعة على الروز كله واخليها الاجمالية لو انا مش عايز احددها. او представ�동 اللي هامك pierwszy videos. مشكلة بقى كمان ان ما فيش عدات في الراوطر يقدر يحسب لي انا استهلكت كم جيجات الشهر دوت وكمان يحسب لي انا استهلكت كم ميجال كل موبايل عندي في البيت ودهاتحاجة احنا كنا محتاجينها علشان نعرف جيجات التي توصل لنا من شركات الانترنت اللي احنا مشتركين معها بتوصل كاملة وللا ولكن للأسف ده مش ممتاز مع انه حاجة بسيطة جدا ومشكلة برضه كمان ان انا مقدرش احدد جيجات محددة لكل موبايل عندي في البيت لما يخلصها الانترنت يفصل لدي ahette хоть large-time mode الموبايل ما بيدعمش كل مميزات الراوتر زي ما انا افتح الراوتر كده من الصفحة بتاعته الاساسية فيعني اتمنى انزل تحديث الموبايل يخليه يدعم لي كل خصائص ومميزات الراوتر لانه هو بيدعم الحاجات الاساسية بس وعلى فكرة الموبايل ده هنعمله فيديو الواحده مخصص ومنفصل ليه في الراوتراتي بلينك علشان ده فيه كلام كتير او محتاجين نقوله فيه وحاجاتي تقول شرحها لازم يتعمل لها فيديو مخصص ما ينفعش نقولها في اي فيديو خلاص وكده احنا خلصنا وانننسوش بقى لوالفيديو عاجبك وتعملوا لايك للفيديو وتنسيروا لاشتركوا في القناة والتابعة على فيسبوك وانستجرام علشان يوصاركوا كل بديد شكرا ليكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء في فيديو جديد سلام اشتركوا في القناة